هنسوي اليوم كمان كاكل عيد او كاكل امرأد او كاكل خميس او كاكل حليف يلو تسميتي كتيرة ومنوكهات مختلفة شوية من بلد لبلد ومن منطقة لمنطقة هنسوي اليوم باربع كباية من تحين المنخول وهنضيف عليهم المطيبة او النكهات اللي هي الحباة السوداء سمسم المحمص اللي ينسون المطحون المحلب شوية خميرة وبيكن باودر وبيكاربونات السوداء وهنضيف عليهم اللي بيعطي اللون الحلو اللي ميل على صفار هو الكركم او العقد السفرة مع شوية حليب بودرة هنقلط كل هالمكونات مع بعضها وبنرجع كمان بدنا نضيف عليهم نسك باية من السمنة اللي بتقوم بحرارة الغرفة ونص كوب من الزيت تقريبا أربع معالية كبيرة من السمنة ونص كوب من الزيت وكمان نسينا نزيد رشة ملح صغيرة ربع ملح صغيرة وكباية من السكر هايلي هي كل المكونات في بعض الدول بتعملوا بزات الزيتون ما بتعملوا بالسمنة فمثل ما انتم بتحبوا ممكن تعملوا بالزات النباتي كمان بنخلط كل هالمكونات من بسة بس يعني من افريقا بايتنا متل ما بنعمل بالمعمول حتى تتشرب السمنة كالحبات الطحين هلا بدنا نعجونها هنضيف عليها كباية من الحليب الفاتر ومنعجونه شوي شوي لنوصل على العجين الطريه اذا احتجنا بكمان حليب منضيف شوي شوي تعريبا هالكمية هتاخد معكم كوب وربع من الحليب الفاتر نحصل على هيدا العجين الطريه اللي بنقدر نمده بالقالب الكعك هيدا هو قالب الكعك اللي انا عم استخدمه ممكن نستخدم اي قالب او حتى ممكن نعملها كمان من دون اي قالب المهم ندهن زيت كتير منيح ويكون في حدنا كمان صاحب نزيت لساعدنا نحنا وعمل من دون بناخد كمية من العجينة بعد ما ريحتها تقريبا من نصي على ساعة عم بحط عليها شوية زيت وعلى قالب زيت بالنسبة لكمية العجينة للقرس ما يكون كتير رقيق وما يكون كتير سميك يعني يكون معتدل السماكة ومنحطها على القالب بهذا الشكل حتى ناخد الطبعة بنرجع منقبعها عن الطرف وبتنقبع معنا بكل سهولة فينا نعمل كمان القرس هادي ونحشيها تمر بس التمر لازم نعمله بهذا الطريقة منحطه دائرة ونمده على القالب فوق اول طبقة من العجين ونرجع منحط طبقة تانية من العجينة وكمان نرجع منقلبها بكل سهولة من اسهل الوصفات اللي صويتها ومنحصل على نتيجة روعة يعني كل هادي الوصفة مع التخمير ومع الشغل ما بيخد ما يكون اكتر من ساعتين طريقة العجينة كمان ما بتغلبكن ابدا بالشغل منحط او منساوي كل الكمية ومنحطهم بصوانع ها هي الكمية اللي طلعت عندي باربع كباية من الطحين منها كمية كتير كبيرة تحبوا الدوب للمآدية لتحصلوا على كمية اكبر بنحطهم بالفرون على الرفض تحتين النار منتحد تقريبا 10 دقائق الى 13 دقائق ليحمروا الحواف برجع بنقلهم على الرف فوق حتى ياخدوا لون دايتين او 3 دقائق واذا كان الفرون عندكم بيولع من فوقه منتحد بيكون كتير منيح هاي دا الخطوة اللي عم سوية الاخيرة هي خطوة اختيارية ممكن نغطس الكعك بالحليب او نرشه بالحليب بيأتي تراوي وريحة وطعامة طيبة وفي ناس اكيد بتحبوه من دون اي زيادة تانية فها هي وصفتنا لنا اليوم مشاء الله تكون عجبتكم جربوها وما تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك اذا ممكن مشتركين بالقناة ومنشوكم بوصفات تانية بين بعد العيد وكل عام وانتو بألف خير اشتركوا في القناة